سبع الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه برج الجوزاء يلا نبدأ قراءتنا طاقة برج الجوزاء حاليا طاقت هو طاقتك انت خدت قرار او بتاخد قرار عايز تاخد قرار بسرعة جدا طريقة يعني سريعة شوية انت حاليا سعيد بانجازاتك او سعيد بالشيء اللي عندك او مكتمل عموما يعني عندك حاجات هلوة كتير ممكن تكون كنت في علاقة وانفقت راح كل شيء منها وانت رايح ترجع العلاقة دي تاني اعتقد عايز ترجع العلاقة دي ممكن نشوف طيب آآ نشوف مشاعر الشريك مشاعرك انت نظريتك آآ نظريته ليك ونظريتك انت ليه نظريته العلاقة ونظريتك انت كمال سري الخطوة اللي انت هتاخدها وخطوة اللي انت هتاخدها والخطوة اللي هو ياخدها طيب برج الجوزاء الجميل في ايه بقى على ردكو ملهم آآ الشريك يا برج الجوزاء بيتوازن حاليا بيوازن ما بين عقله وقلبه ممكن يكون آآ اندفع معاك في العلاقة عموما عندك ابت برج الميزالة وتتعامل مع برك عوائي آآ اندفع معاك حس ان هو اندفع فقال اوقف وجمد مشاعر شوية وقال اتوازن احسن واعمل ما بين العقل والقلب وممكن يكون آآ العلاقة بازت فبيعمل توازن في حياته تاني بعد ما العلاقة بازت آآ وانت طبعا عايز تروح تجيبه تقريبا نشوف دلوقتي ايه بيحصل او هتاخد قرار شوف بقى القرار ده ايه يعني هي مشاعرك عموما آآ انت بتدافع عن نفسك او بتحمي قلبك بمعنى اضاق يعني هو العلاقة دي حاليا مش موجودة مفيش توازن فهو بيتوازن وانت بقى بتحمي قلبك من قول جديد آآ ده شخص بيحط لنفسه بيحط للناس التاني حدود ما تجوش انا يعني قلبي يقولك قلبي في ايدي ما حدش يجي جنبي خلص فهو بيوازن نفسه بعد اللي حصل وانت بتحمي قلبك تاني برج الجوزاء الفكرة برج الجوزاء من الابراج اللي بتحمي قلبها جدا 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 في فئة منها بتحمي قلبها سوري بالذات الفئة التالتة بتحمي قلبها وتخاف من حب على الفكرة فاعتقد ان انت بعد ما العلاقة بازت بتحمي قلبك او في سيناريو تاني ان انت عايز تركي على علاقة هنا يا برج الجوزاء عشان كده رايح اهو رايح ورايح وهيبقى فيه بينكو كلام والشخص ده هيكلمك بيهدوق جدا على فكرة يعني هو هيقولك واحد اتنين تلاية اربعة وخمسة بيهدوق جدا وهيوازن ما بين عالو قلبه في الكلام انما انت هتبقى مندافع شوية برج الجوزاء يعني انت انت تقريبا هو القطع على علاقة اوكي تقريبا هو اللي فجر العلاقة كلها وعمل البرج المنفجرته هو اللي عمل علاقة وجري وراح بقى يتوازن مع نفسه وقالك بقى هو بقى مع نفسه بقى فانت بقى هتكلمه واحتمالك تديله كلام اللي هو هلا يعمل كده انا وانا 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 هو الاخ فتقريبا يبقى فيه كلام او انت نفسك يبقى فيه كلام مش هايزة اضيع الكروف بس عشان تبقى واربعة بقى فيها كمان طب هو نظريته ليه فيه ايه نظريته ان انت شخص بص بقى اعتقد كده ان انت كنت قافل مشاعرك عنه او مديله وش خشبه لان هو مش هو ممكن تكون كانت علاقة اعجاب لان جدت تسع كبات تقريبا تقريبا تسع او تسع ما اكتملتش للعشرة كانت علاقة اعجاب او كانت علاقة في الاول خلص ممكن او انت اخرت عليه في كلمة بحبك مثلا حرف انا برج الجوزاء بياخد عالتفكير يا لهو ده لو هيتصل بواحد بواحد يقولها ازايك هياخد ست وشهور تفكير يعني هو حاس ان انت بص اللي هو انا راجل انا راجل ما عنديش قلب من الاخر انا مجمد قلبي انا راجل ما عنديش قلب يعني مشي قال لها خلص شكرا او انت بقى انت لو بنتي طبعا انتكلم بانت والتي يعني حسيتي ان شخص اللي معاك ده شخص من جمد قلبه قوي فاتكلت على الله ما عنديش قلبه وبيفكر دايما بعقله بس مفيش قلبه خالص وجمد مشاعره وعليكم السلام ولو كنتوا في علاقة طبعا فا اا آآ يعني الشخص ده جمد المشاعر دي لو هي علاقة مش علاقة اعجاب ولا هي حاجة فانتا حصل بينكم اخناقة او اا عديتوا فترة بلود المشاعر وما بقاش فيك ما كلام خالص ولا بقى فيه مشاعر كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد فهو شايفكم ان impatient البستول اللي هوش الخشب? وانتو شايفين ان هو مكتئب بقى. وخط جنب وما فيش مشاعر. ما بيظهرش مشاعر. وشايفينه لو انتو في علاقة شايفينه ان هو بطل يديكو المشاعر. ما هو انتو بصوا جرود. ده شخص آآ زعلان آآ او عموما يعني مش شايف الكوبايتين اللي وراه. وزعلان على تلات كوبايت. في كوبايتين وراه? يعني بص على كوبايتين وراك لأ. نزعلان على التلاتة اللي قدام. وانتو وانتو شايفينه ان هو مجمد مشاعر. اعتقد ان انتو اتخنقتوا مع بعض ممتين. فهو زعلان على يعني مش مش زعلان. انتو شايفينه ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقة وبص على تلات كوبايته وسب كوبايتين. يعني ممكن يكون انتو عصبيين مثلا. فبص على العصبية وساب ان انتو بتحبوه. ساب ان انتو صبرته معا. ساب ان انتو قفتوا جنبه كتير قوي اصابت كل ده ورامة ده وبص هنا. اما قد يكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو. ولسه في ابراج ترابيه طبعا. واسد. لان كزا برج. ابراج كتير اهي. اه اتاني. فلو هي علاقة اعجاب في الاول فانتو في حد انتو الاتنين من جنبهين مشاعركوا. وفي شخص اه يعني. لو هي علاقة اعجاب. وفي شخص منها ميشي وطار. فهو شايفكن انتو لابسوا له الوش الخشب ومش نافلين في حب ولا نافلين في حاجة. وانتو شايفين ان هو شخص اه ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمة ان انا انت اخرت عليك في ان انا اقول لك بحبك. او في اظهار مشاعركوا مسلا. يعني هو بص النقطة دي وزاب كل حاجة. علاقة ايه احنا صحاب وبنتكلم مع بعضه وبنروح ونيجي وبتاع انت سبت كل ده. ومسكت في ان انا ما قلت لكش بحبك او اتاخرت مسلا. فروحت انت مفجر بقى الدنيا. وروحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك واخدت القرار بالمشي. وسبتين انا يا عام اغرق بقى. فانتو الاتنين متساوين يعني. فانتو الاتنين متساوين عموما. الحلو بقى في الموضوع ده. كله يقول لك الحلو بقى عندنا في بلدنا. ان هو عايز الخطوة الجاية يستقر. وعايز يستقر معاكم انتو. لان هو شايفكم انتو الاستقرار. خلي بالكم. يعني يعني هو او موازن. او وازن. وشافكم انتو الاستقرار يا بروك الكبزين. شافكم ان انتو انتو الاستقرار كل. انتو لو انت كمان تتنفع الزوجة. انفعي تبقي معا. انفعي تبقوا مع بعضه وتبتدوا لقح. طبعا لو في انفصال يبقى هيجع. وبيفكر يرجع ويستقر بقى. ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب. الحب الخطوبة وهو وهو وهو. وانتو كمان شايفين ان هو حد لزوز قوي يعني. يعني هو ده الشخص اللي انا مبسط معي. مش علاقة سلاسية. لأ انتو شايفين انه هي اه ده ناس مبسوطة. هو ده شخص اللي انا بفرح معي. ده الشخص اللي انا مبسوطة معي. عشان كده برجي جوزينة بقول لك اهو. لو انت اللي هتروح ترجع. ممكن تكون انت اللي عايز ترجع لان انت بص. انت واخد قرار اهو. انت عايز اهو. انت عايز برجي جوزين. انت عايز تبسط. انت مبسوطة على فكر انت شايف ان العلاقة دي متكاملة جدا. لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برجي جوزينة. الشخص ده اه اتأخرت عليه في انك تقوله بحبك وهو جمد مشاعره عليك. وانت شفته وانت شايف انه هو ساب العلاقة وسب كل الحاجات الحلوة اللي في العلاقة. ومسك في ان هو ان انت اتأخرت تقوله بحبك. فانت شايف الاستقرار يا برجي جوزينة. وانت اتحكش على نفسك. وانت عايز تيجيه بسرعة. تجري تلحق. ولو وهو اللي هيقدم العرض فانتوا هتلحقوه بسرعة جدا. هتاخدو العرض هتستقبلوه بسرعة. يعني الواحد جيه قالت مساء الخير. وحشتيني انت كمان والله. تعال بقى نرجع. فهو شايف كله. مش محتاجة توطيح يعني. هنبسط مع بعدينا. وابسوه كلبين اهو. كارت الده بحبه قوي يعني همومنا. هو في الاستقرار كله. طيب هو شايف العلاقة ازاي? شايف العلاقة انها علاقة قدرية. علاقة اه اه ان هو ده الحكم الاليه. هو ده يقولك دي كلمة ربنا. ده 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 الطرف الاخر بتاعي. اه العدالة. العلاقة دي هي دي العلاقة الصحة. يعني ما تقلقوش على فكرة. اه ممكن يكون لو في زعل بينكم بس هو شايفكم ان انتو انتو الشخص القدر. انتو العدالة بتاعة ربنا. الشخص ده بيحبوكو على الفجرة. بس هو اه هو شافكم ان انتو مجمدين مشاعركو شوية. عشان كده وازين. بس اه برغم ده كله رمون? لا. هو شايفكم انتو القدر بتاعه. انتو كمان بصوا بقى. اهو الكارتين بمعنى واحد على فترة. في كروت كده بتكمل المعنى للكارت التالي. انتو كمان شايفين الصلمات بتاعكم. بصوا اهو 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 يا جماعة. اهو استقرار كله. انتو شايفينه الاستقرار. وهو وهو شايفكم الاستقرار. وانتو شايفينه الكوباية هي هي. يعني ده النص التاني هو شايفكم ده انتو النص التاني وانتو كمان شايفين النص التاني. مش هندحك على بعض. انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني. برغم اللي يحصل بقى الدنيا تضرب تقلب تعملي برج منفجر. اه ننزق نترمي من فوق البرج انا معك. والله يقبدا نسيبك. عن نموت مع بعض ونشت مع بقى. فهو لو هيقدم مصالحة او انتوا بقى ممكن تكونوا انتوا اللي اتخارتوا عليه. فانتوا شايفين السلمة بتاعه. طب النصيحة بتاعتك ايه بقى? اخرج من مخاوفك يا برج الكوسيقى. كانت بي قادرة كتير جدا على فكرة الايام دي. انت انتزع علينا على فكرة. وبص. وبتوجه لنفسك اللوم كتير. ده شخص بيوجه لنفس اللوم. وهنا شخص بيحمي قلبه. ما تحميش قلبك يا برج الجوزاء. سيب قلبك. سيب قلبك وانطلبك. عشان انت مستنيك امبساطك. مستنيك عاجات حلوة. ده السلمك بتاعك. ده الشخص. ده الشخص اللي انت هتكمل معا شخص ما تدافعش عن نفسك. ما تحطولوش حوادث. انت حططلو حوادث. فهو شايفك بص انت حططلو حوادث بتدافع عن قلبك. بتطرده. يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض. وانت اللي عامل لنفسك الليلة دي كلها. خاطط لنفسك العسيان دي وبتقولو ما تقربش هنا. وبعدين ترجع تزعل. طب انت تزعل ليه بقى برج الجوزاء. يعني انت هو لما باعت. وبدأ يستقرف مشاعره. وقال خلاص هو هو عمل للوش الخشب ومش بتاع حب ومش بتاع حاجة. طب سلام عليكم السلام. ليه انت بقى بتعمل كده? عايز تلحقه. ليه بقى? ليه من الاول? يعني هو شخص بتراعه عنده حق. لو انت اللي صدرت له المشاعر دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليلة دي كلها. اوكي? وقدم عرض جديد. يلا انطلق بقى. قدم عرض جديد. وروح صالح. او لو جالك عرض اقبل. اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول. واخرج من المخاوف دي. انت في مخاوف دماغك. وبيتواجه اللوم لنفسك. لو الشخص دي بركة دي وزي. انت ضيعته من ايدك. اه يعني مسلا اه كان فيه اعجابه وبعد كده هو مشي. ما توجهش اللوم لنفسك. ما تقعدش تقول ما انا لو عملت بقى لأ بس اتحرك. اتحرك. يلا اخرج من هنا وتحرك. اركب حصانك وروح. ما تقخرش. ما تقعدش تقول لا. طب لو قلتي بحبك هيقبل. طب لو مش عقق هيقبل ما لكش دعو. لان 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 هو شايفك الاستقرار كله. شايفك حاجة حلوة. قوي. قوي. شايف انت شخص المسائل. انت القدر. انت القدر بتاعه. وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطلة دي كلها? ليه بقى كده? ليه كده? ليه ليه الحوار ده? دايما برج الجوزاء قرأته غريبة شوية. طيب. الناس اللي مبتعدة عن بعض. مبتعدة عن بعض يعني نقول فترة ستة شهور سبعة كده. سنة ممكن. بيمكلمش بعض. مشاعره ايه حاليا? واناوي على ايه? مشاعره ايه حاليا? مش عقص المسائل. برج الجوزاء واناوي على ايه? هناخد من النص مشاعره. وان هنا نوي على ايه? اه. انا بتعامل مع حد برج الجوزاء على فكرة. وعملاله بلوك كمان. ده معناها بلوك. وانا فعلا حاليا هادية جدا على فكرة. زار طقتي اللي طلعتها. ممكن تكون طقا تانية يعني. اه. هو حاليا اه في راحة تم خالص. مش معنى ان هو مش فاكرة. لا. اص هو بياخد استراحة هدوء ما بعد العصيفة. اه. تب نوي على ايه? هو حاليا قافل على مشاعره. اه. ما بيفكرش. اه يعني بمعنى اضاق كده. بيفكر في اللي حصل عموما بيسترجع الشريط بتاع العلاقة من الاول خالص. وبيشوف بقى غلط في ايه? مغلطش في ايه? اعمل في ايه? اه برضو بتيجي بمعنى لو حد نعمل حد بلوك. اه. يعني ممكن نفسرها اكتر شوية. بس هو نوي ان هو يبضل في المرحلة دي. ده بلك الكروت دي بتكمل بعضها. بس عشان ما ننسيت اقول لكم معلومات دي. الكروت دي بتكمل بعضها. نوي يقفل على المرحلة دي شوية. مش يقفل الموضوع. لا. يفضل كده شوية. طبعا اتنين من الصيوف. نحب انا فرط الورقة كتير شوية. اه. ده نفس كروت ايه ده فرط الورقة كويس والله. طيب هو شكل الشخص اللي قدام يعني. مش بقلوكو اللي قدام ده مبتعد عنكم. هو اه مش هيقفل بأم. هو نوي ينطلق قليلا اه 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 يعني يعني نوي يقفل على الموضوع. هو استريح ديوقتي ياخد استراحة من مشاعره. ويقفل على اللي فات. ممكن يكون نوي يجي صالح. نوي يجي صالح. برضو. يعني مرة برضو هاخد كارت تالت كده يوضع الصورة. يعني نابس الكروب الاتعادي يعني. ممكن تيجي يجي صالح. لانه ده شخص. وهنا برضو شخص يعنيد خلي بالكم. ممكن يكون متشبس برأيه. شخص يعنيد. وانا خايف بيكون يعنيد. لا. هو حاليا شايف نفسه شوية. اه شايف طموحاته وبركز جدا في عماله الخاصة بيه. اه واخد قرار البعد بطريقة سريعة. اه واخد القرار عموما انه هو يفضل قاعد كده شوية. واناوي يقعد بقى كده استقر شوية. ويفكر في مستقبله وفي حياته عموه. لكن احوار انه هو يعني زحزح شوية من مشاعره فهو لأ. حاليا هو قافل على مشاعره. يبص الانجازاته. واخد قرار الاستراحة تمام قوي انه هو يفضل كده. شخص ممكن يكون برج ناري او هواء تاني. اه اي تاني برضو. برج مائي برضو. فهو واخد القرار بانه يفضل مستقر شوية في حياته. الجسل قدامه. شخص عنده ثقة في نفسه او يرجع الثقة اللي في نفسه يعني هو قافل على مشاعره وبيستريح بقى ما اللي حصل ده. العلاقة كانت متعبة مسلا حاجة زي كده. ناوي يهزم اللي حصل له ده. ناوي يهزم اللي حصل في العلاقة ما بينك بول اتنين. مش ان هو خرج مازون لا لا لا. اه ده شخص اه عايز يبقى منتصر بسه كل كروت دي كده. هو عايز يبقى منتصر. فهيفضل بقى معانيت شوية ويفضل بعيد. عايز يبقى في ان هو منتصر عليك. ويبصوا اهو شخص عنيد. عايز يفضل اه قافل بقى على الليلة دي. ليه? عشان يبقى ان هو شخص جامد. ايه مش حاجة. انا هفضل كده عشان اهزمك. افضل هزمك كده. انا بقى تبضل انت بقى اه اه توحشني وما توحشنيش? لا. انا راجل مامية او انا شخصية مامية عموما. وعنيت. اتيجي تصليحني ايه مش جايف منها. انا ما بروحش لحد. اللي عايز نيجي. بس هو عايز يبضل قاعد في المكان ده ما يتحركش ماما. لكن هو مشاعره حاليا مستقرة جدا. لكن بيفتكرك. خلي بالك يعني. انا اه مستقر وكده لكن فاكرك. فاكرك يا نسيني يعني. لكن هو حاليا بيحتفل بانجازاته وآآ. ومافيش حاجة. طيب لو احنا في حد جاي جديد في حياتنا مثلا. بقى قراءة الولاك وهيز بقى. مثلا هيقدم لنا عرض حد احنا معجبين بيه انه ويقطع بقى الليلة دي كلها ويجيول انا بحبك اي حاجة الفاكهة عملت مع مرج الجوزاء يعني نعلم في حياتي من الجوزاء اولا شخصية غريبة الاطوار بس طيبة هنروب فينا الجدع صاحب صاحب بصراحة قسم لكم الكروت حد جاي في حياة برج الجوزاء ومشاعره ايه وناوي علي فتحت الواحدة دي بقى ايه ده في ايه برج الجوزاء في ايه مع حكايتك ده حد ان الماضي طبعا ايه بقت تكروت بصوا يعني ايه اا اعتقد ان هو اا هيخرج من العزلة بتاعته دي الشخص اللي هو بيعي عنك ده لحد قديم هيخرج برا برا العزلة دي مش اعرف ايه هو حاسس انه هو مهزوم منك او انت انتصرت عليه عزيني برضو ان انا اشوف انت اللي انتصرت عليه ولا هو اللي حاسس ان هو اللي منتصر عليك ان فيه خنقة هتحصل برج الجوزة خلي بالك خلي بالك اه لا ده هو حاسس هو اللي منتصر عليك هو هيخرج خلاص من الليلة دي هيجي على فكرة هيجي ويوم يتخانق معكها لبالك اه هو حاسس ان هو منتصر عليك على فكرة وهيرجع بس بقى عايزين نعرف الخنقة دي اللي هي بالعوصيون دي بقى هيبقى نهايتها ايه برضو كان ديتالك كده الخنقة اللي بالعوصيون دي هتحصل خنقة هي مش خنقة جاكت واحدة هي مش خنقة بقى خلينا نقول اه ان الشخص ده كان نايم لك بمعنى اضاق او زي ما قلتلكك بياخد استراحة من البعد الفراء اللي حصل وتمام وانتصر عليك هو اللي بعد هو اللي مشي وبصراحة انا اللي مشيت فعلا من برجة دي وزاق بس ايه مش طاقتي عموما يعني اه وهو حاسس ان هو منتصر عليك اه وانتصر عليك طبعا في ان هو مشي هيجي لك تاني او انت بقى هتكلمه ايه ما بقى ايه تختار بقى اللي انت عايزه بقى ممكن تكون انت اللي رح تكلمه تجر يشكله فحتتخنقوا مع بعض زي ما قلتلك هتدافع عن نفسك وهو هيكلمك ويعرض بقى اللي حصل وانت عملت وانت عملت وانت عملت وهو والتاق تمام اللي هيحصل ان بعد ما تتخنقه هتعيده مع بعض اللي حصل في العلاقة ككل يعني بعد ما اصل الخنق ده كل واحد بقى تقول انا عملت وا 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 وانتظرت منك وا 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 وفي الاخر ما خدتش هالحاجة واحدة كل واحد بقى يقول الحاجة اللي حصلت له بالزبط انا عملت واحد واتنين وتلاتة واربعة وانت عملت واحد منت اربعة وانا في الاخر ما خدتش منك حاجة تمام يعني هيبقى فيما بينكو انتظار في يعني هتصبره على بعض هتتكلمه مع بعض بيدوء بعد الخناقة طبعا يصبح فيه خناقة الاولى وممكن مش خناقة اللي هي الدخلة الاولانية دي اللي هو اه تعالى بقى خيرا فكت البلوك اتبتعالى لي بقى ودخل مع بعضك بعدها العلاقة دي هتعود تاني لو انت عايز يعني وهيحصل فيها رخاء جامد قوي على فكرة الشخص ده بيحبك على فكرة بس هو يعني مش هقول شخصية وحشة اه اعتقد انه هو بس عنده عنده نوع من انواع الكبرياء شوية بيحب ينتصر لزاته وممكن يكون برضو انت اللي وصلته لكده عنده لو وصلته انه هو يسيبك ويمشي يعني اصلا الكارت ده هو كارت الشرير بصراحة انا مش هكذب عليكم وانا قلت قبل كده في فيديوهات تان ده كارت الشرير لكن مش في كل الاحيان ممكن يكون شخص وصلني ان انا اعمل كده ان انا اعمل لعبة على الطرف اللي قدامي عشان حسسه بالوجه اللي جواي فهو حسس ان انتصر عليك ماشي كده وسط الناس يقول انا سيبت برضي الجوزية ممكن تكون الكراع عكسية برضي الجوزية هو اللي عمل كده فالله يعظل ان انتوا عتخوش مع بعض الدخلة هتنطحوا بعض الاول بعديها هترجعوا تتكلموا عن الحاجات انا عملت واحد وثلاثة كل واحد بقى هيفتح مع بعض الغصف انت عملت واحد وثلاثة او انا عملت واحد وثلاثة بس وهيحصل فيه دوء بقى دوء مع بعض العصف وواحدة تاني هتعتذروا بعض هيحصل فيه اعتذار وكمان ممكن كمان يحصل فيه زواج كمان لاني دي بداية جديدة لو انت ابنت فاستعدي بقى عشان هو بعدي دا كله ممكن لو انتوا مطبطين قولك طب بصي بقى من الاخر كده وعلى برده طيب انت الحلالي يلا بقى انا اتجاوزك بقى يلا ناخرص من ليلة الزرق دي لو انتوا كنت بتتخانهوا في الاول على فكرة انك مش عايز تتجاوزني مثلا فهو ها شايفك على فكرة هو عموما يعني شايفك برضو ان انت تنفع زوجها حد جميل اهو. والده جديد. وممكن تكون القراءة دي متعلاقة بالقراءة اللي قلناه. شخص اللي انتو خيبته بعض. برضو. اللي انتو متخوف منه وبتدافع عن قلبك. واللالاقة بزد. هتتجعه بس هيبقى فيه خنئة شوية. فيه خنئة. خير. وانت يا بركة الجوزاء بسم الله ما شاء الله على لسانك. مبرد. بس كويس برضو. اهو. شفتوا الطاقة. يقول لكم العلاقة. برج المفاجدة. فيه تغيير هيحصل. فيه عدالة هتحصل. فيه حاجة هتحصل. ان شاء الله خير بازن الله على برج الجوزاء. اه يا رب يكون القراءة عجبتك برج الجوزاء. وقابلكم ان شاء الله في قراءة تانية في شهر تاني واستنى اختار كارت بازن الله. وان شاء الله بازن الله يعني تكون القراءة بتنال اعجابكم. واكتبوا لي برضو في الكومنتات اللي انطبق عليكم ان الصهر ربعة ما انطبقش خلص مش مشكلة. اه ما تنسوش ان انا امتى لو اول مرة تشوفي الاشتراك.